هذا وتندرج مبادرة أطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي نعم المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة منذ أن تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي بدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ولقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم الإعلان عن تتشين منصة استثمار الأراضي الحكومية المعنية باستعراض الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار عبر قاعدة بيانات واسعة تتيح لجميع الراغبين فرصة التعرف على الأراضي الحكومية المطروحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ومنها التجارية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها من الأراضي عبر منصة واحدة وشاملة الإضاحات أطلت مبادرة استثمار الأراضي الحكومية تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها من نافذة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وذلك من شأنه أن يوعد باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق عن مليارين ونصف المليار دولار أمريكي بحلول العام القادم منصة استثمار الأراضي الحكومية تمكن أيضا الطامحين في تنوع أنشطتهم التجارية من تقديم مقترحاتهم بشأن المشاريع الاستثمارية إضافة إلى تسهيل تواصلهم بالنظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات حيث يمكن للراغبين في دخول المزايدات على الأراضي الحكومية المطروحة لاستثمار تقديم عطاءاتهم عن طريق نظام المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في جميع مراحل المزايدات على الأراضي الحكومية